السلام على أحلى وأرواع متابعي لقناة باسمت الحلويات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير توحشتكم بزيف الفيديوزع اليوم جيتكم بأفكار لطاولة عيد الميلاد لمولود السنة نتمنى أنها تنال إعجابكم وتهزوا منها أفكار وتسيوها في عيد ميلاد أولادكم إن شاء الله لأول مرة يشوف الفيديو ما يساش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر إذا أعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بالجام اللي بغتاش أول حاجة كنت شاركتها معاكم في عيد الميلاد اللي كنت حضرتها هي الليسوسات هادو الليسوسات كنت طليتهم بالشوكولة باللون الأزرق وستعملت هذا التزيين البسيط وكتبت اسم الطفل اللي تال عيد الميلاد لما راكم تلاحضوا فحطيتوه من تحت معالطاقت لأنه في الاطاقت ما كتبتش الاسم كنت درتوه في الأبيض وفي الأزرق أعطاوه الألوان جاو هايل 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 ثاني حاجة كنت حضرتها هي لطاقت استعملت دوق الشوكولة والكرامل والجوز جاو هايل 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 في الأخير تشوفوا النتيجة على طاقت حطيت لكم الصور حطيت لكم كل شي ثالث حاجة كنت حضرتها هي البوب كيك البوب كيك كنت شاركت معاكم الوصفة لنحط لكم الرابط تحقس في الفيديو جاو هايل هايل جي خفيفة ريشة جي هايل بزب بزب كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما طاب معايا جا هايل هايل ومن بعد ما طاب معايا شربتوا بسيرو نومال لو تحبوا تشربوا حليب وكيما تحبوا كنت طلعت كرام شانتي ولونتها باللون الأزرق بها تخرج لي مع التامة العيد نيلات وزينتوا بهذه الطريقة زاد النصف الصينية جاو ما شاء الله جاو هايلين 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 وزيت من فوق عقاش باللون الأزرق والأبيض وزيت قطعتها الحلوة هنا ما كنتش صورتها بعد تشوفوها مع الطاولة العيد نيلات كما راكم تلاحظوا جاو هايلين هايلين رابع حاجة كنت حضرتها هي البوشار كنت طيبتوا في المنزل قدرتوا باللون الأزرق أيضا بيخرج لي مع الدعم خليتوا حتى برد لي مليح وحطيتوا كما راكم تلاحظوا هادي الفكرة اللي كنت شاركتها معاكم شريط هنا لكورني تاع الكريم وميتباعوا باقتو وشريط هادو ليسا شي هنا لكورني مكفنش الوقت كنت حنحط لهم شوكولة من داخل شوكولة ولا تحبو كرامل مكفنش الوقت بهاي زيدو يعطي وكي تياكلوهم كامل هنا ليسا شي كاني اللي يتباعوا أصلا تاع تاع البوشار كاني اللي يتباعوا أصلا هنها بهاي خرج لي مع الدعم شريطهم أزق عمرتهم كما راكم تلاحظوا ومبعد ربطهم هادو كل هادو الميتباعوا فيه من يبيعوا مستلزمات الحلويات أعطاهم منظر هايل هايل جاو هايلينك شغل كورنيا كريم كما راكم تلاحظوا هادي ينتبين إن شاء الله أنه الفكرة تنال إعجابكم شوفوا الشكل تحي يجي هايل 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 هما الأفكار اللي كنت حضرتهم للعيد الميلاد هنا شاركت معاكم أيضا فكرة تزيين طاولة عيد الميلاد أفكار بسيطة ولكن أعطيت نتيجة رائعة جدا نتمنى أنكم تجربوهم وينالوا إعجابكم قولوا لي في التعليقات وشرايكم في الطاولة هنا أيضا هادو اللي بواتي تباعوا كنت حطت فيهم شوكولة وجوز وهنات تحضيرات اللي كنت حضرتهم كامل هنحطهم في الطاولة ساعي هنقدمهم نترككم مع التقديم ومع تزيين الطاولة كيف كنت زيينت هادي هي الفيديو تحنا اللي كانت ننهار اليوم نتمنى أنكم منها تنال إعجابكم ونتلقوا إن شاء الله في أفكار جديدة وصفات جديدة إن شاء الله ومع اللي هنقولكم صلاة في راحكم سلام شكرا شكرا شكرا